بمناسبة الفيديو الجميل ده حبيت ندردش مع بعض شوية واحنا بنتفرج على المنظر الجميل ده هتكلم النهاردة عن شخصية المربي اللي بيكون في الاصل هاوي ومحب للطيور يعني التاجر ملهوش اي علاقة بلا انا هقوله انا بتكلم هنا عن الهاوي بشكل عام المحب لطيور الزينة خصوصا الكناري وده لان الكناري من الطيور الجميلة الهادية اللي صوتها جميل تسحى الصبح كده على تغريدها شيء جميل جدا واجمل حاجة في الدنيا انك تسحى على صوتهم بصراحة كمان شخصية الهاوي بشكل عام يعتبر انسان هادي بيملي العزلة والهدوء وبيفضل الصمت على الكلام بيحبي جدا انه يعود قدام العصفير في مكان زي ده بعيد عن الضوضاء ومشاكل الحياة وبيطلع كل الطاقة السلبية اللي كان حاسس بيها خارج غرفة الطيور لما يدخل غرفة الطيور ويقعد قصادهم ويتفرج عليهم بيبقى في علم تاني خالص وقاعد ومستمتع بيهم انسان بيحب الطبيعة بشكل عام انسان هادي حساس عاطفي وقلبه طيب بيقدر الجمال جدا وبيحبه كمان الشخص ده صعب جدا تلاقي عند طيوره مرض او مشكلة بسبب اللي تنظافها بشكل عام وده لانه بينظف للطيور بشكل مستمر بحب جديد يعني لو عليه هيعمل لهم ده كل شوية عادي بيجيب لهم اغلق انواع الاكل يعني العصفير بالنسباله هم ما يعتبر عيل من عياله بالزبط فالاهتمام بيكون عال جدا عنده علشان كده انا بنصح الناس دايما انها تجيب طيور من هاو مربي بيربيهم في البيت وبيعتني بيهم وده غير خالص لما تجيبهم من تاجر حتى لو كان اغلى شوية بس العصفور هتلاقي متأسس واخد كل الفوائد اللي هو محتاجها وده هينفع معاك بعد كده لما يوصل لمرحلة التزاوج والانتاج وعشان ما طولش عليكم برضو هسيبكم مع الفيديو الجميل ده نشوفه مع بعض ونشوف قد ايه الحب والاهتمام بين الزكر والانسة وقد ايه خايفين على بعض وبيساعدوا بعض وكأنه بيت وبيبنوه سوا حجر حجر وطوب اطوب اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة